اشتركوا في القناة ان يوعدوا فيما بينهم ان يوعدوا صفوفهم بعد تنقيتها من الخونة والمندسين فان الدعوة الى وحدة ورص الصفوف هي دعوة غير حقيقية ان لم تضبط بضابط تنقية الصفوف لا يمكن ان تلم الصفوف على بعضها وفيها خائم فيها مندس فيها عميل فيها مجرم فيها فاسد فيها سارق فيها منتهك للعراض اي صف سيكون هذا الصف اي صف سيكون هذا الصف الصف الذي نريده هو الصف النقي التقي الصف الذي ليس فيه اهل اجرام اهل فساد سبب المعاناة التي نحن فيها الان في صف الحق وصف التورى بسبب اندماج كثير من المجرمين والفاسدين والمفسدين في هذا الصف وحسبوا على هذا الصف حتى حلت اللعنات بسبب اجرامهم وظلمهم وسرقاتهم واعتدائهم لذلك الدعوة إلى وحدة الصف تكون مضبوطة بتنقية هذا الصف من كل خائن وعميل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر